نعم أنت أبقائي أيها الغديدتي الأبقائي أسفتي كنت نحل مؤسس مجلومين لذلك أنت إصلاحنا بقائم معا لذلك كانت أبقائي الأبقائي الأبقائي وأصبحتني فورا أني قادمي يعني دائما كان أنت عمرك ما تدى تعمل حاجة من غير حاجة فإيه يأخذ عمي أختي وأخذ العياله يعني دائماً فيه فيه حاجة ففالآخر يعني دايما في كل حاجة وانا بتاعت مشاكل انا على طول عندي قصص يعني اما كلمته بقولك انا في اسمه بولاق حيمدوني ورق مش عارفة اقرأت على خدني مثلا وكنت حامل في التامن يعني دايما عندي قصص وقفنا لحد عاملة حدثة وبعدين اطريت روح الاسم وابلغ وقفة بقى وفي الشمس قصص كده يعني دايما بدخل نفسي في حاجات كده فهو متعود كده على طول طيب اوكي لحظة واحدة جايل لك فدايما he was always my biggest yeah he is always my biggest cheerleader في الحتة دي فدي مهمة قوي that you give space to the person it's very difficult to be in a long term relationship خلقة يعني ففكرة actually to be able to maintain it for such a long time من غير محد يزق من تاني او من غير محد حاسس ان اللي قدامه بياخد اكسجينه فدي برضو صعبة لازم الواحد يسيب اللي قدامه يعمل اللي هو محتاج يعمله فول ستوب عشان لو هو مش هيعمل ده هيتخنق والموضوع هيبوز بس افيراك like moving يعني within this point I feel like long term relationships are in them of themselves extremely difficult اكيد يعني حاسس ان حتى thinking about it عشان I was just having this conversation with a friend هو شايف ان a good marriage can never last and I'm against it بس واحدة واحدة بدا تكتشرف ان it's very difficult for a marriage to last for a very long time وفارق بيرا ايبين انتين ما يطلعوش وانتين يبقوا مبسوطين بزبط اه طبعا it's difficult I think friendships are difficult too friendships are difficult يعني احنا صغارين you have like best friends اللي هو oh my god احنا نتجوز ونزكت في البيوت اللي قدام بعض ونشار that's right forever yes بالزبط فهو طبعا تشيروا اللوكس اللي هي ايوه كل ده and it's so cute وكل حاجة and it's actually traumatizing to have a best friend and then it's actually worse sometimes on breaking up with a with a بالزبط كده with a spouse بس في الاخر كل حاجة nothing lasts forever يعني بنسبالي فكرة forever and ever دي مش موجودة it's an evolution وانت انت on a journey على طريق معين فأنا دائما بقول يعني لو شخص ده كويس ليا دائما كده عشان في خلاص ربنا بشايف conversations انت بشوفتايش في حاجات معينة sometimes you become toxic for a certain person ممكن تقول اتنين كويسين best friend عادي جدا you become toxic في المرحلة دي هتخطفوا عن بعض شوية ممكن ترجعوا تاني ممكن ترجعوش شكرا great 10 years كت حلوة قوي بشكرك مش عارف ايه كل ده off to the new adventure عادي فاحنا لازم نتعود على ده يعني فكرة هنقض ونعيش سوا نموت سوا nothing lasts forever الحياة بتخلص في سانية that's so important الله العظيم مهم جدا في سانية تروح في سانية يجيلك بعد diagnosis في سانية حياتك تتشقلب وكلام ده كله فهي فكرة ان الواحد يويفولف انا ممكن اكون اتحركت في سكة معينة i outgrew you انا بقيتش اضحك على الحاجات اللي انت اضحك عليها انا بقيتش افهم الحاجات اللي انت بتقولها انا انت بتش فاهمني فا we cannot be friends خلصت يعني هو مش ابتلاء فهم اظيفة هو يعني مش ابتلاء خلص we cannot be friends anymore and it's okay يعني doesn't make you a bad person ولا ولا شخص تانية a bad person طول الواحد انا 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 طول الواحد انا 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 it's part of growing up and part of life i agree i agree so much i can relate to this so much عشان you need to go يعني 10 minutes عفو طيب خلص سوف انا بسرعة so again this is a very cliche question given what women want what do you think women want what do you think women احنا بنحن نسأل للناس السؤال ده وجد يعني دلاتي حسيت برخمته صح نسأله بعد ما احنا دائما بنسأله انا شايفة ان في الاخر on international women's day عشان انا بقى يوم commercial اوي 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 وبقى كل واحد فاكر بقى pink cupcakes يعني it's not cancer awareness week يعني ككده بس اوكي مش مشكلة احسن يعني احسن من ما فيش ولا هو عيد الام ولا الكلام ده كله فانا في الاخر الستات عايزة ايه عايزة اي حاجة تانية اوكي يعني هتيجي اي حاجة تانية انا عايزة عايزة بحقوقي زي حقوقك مش عايزة تحترمني اكتر مش فارق معايا احترامك انا لو حقي زي حقك مش فارق معايا فيها مش فارق عايزة تحبني اهلا ونسأل مش عايزة تحبني يعني مش فارق معايا تحبني بس في الاخر ولا ببيع عيس كريم يعني فالهو مش لازم تحبني بس انا عايز الحقوق يتبه زيك. ابقعد ع التربيزة راسي براسك. ووقعدين اه واخد حقوقي كاملة. بس مش اكتر من كده. عايزه لما يشتغل نفس الشغلانة زيك. ونفس نفس تعليمي هي. بالztبط كده اخد نفس اجرك. احنا بندفع الرجالة بتدفع لو بزيادة شوية اصدى. عنده اسرة ده مش عارف ايه ودي بيصرف لأ انتش هارفها هي بتصرف عن ايه. مش قصتك بتحط فلوسها فيه? ان شاء الله تكون بتحطها مانيكورو باديكورو انت مالك يعني هي حرة بس في الاخر هي فبس انا شايف ان هو ده اللي احنا عايزينه يعني او ده مفروض اي بني ادم سوي بهو عايز ده انفيش مجتمع هينهض وانت عندك مشاكل في الستات احنا خمسين في المية اساسا زائد انت بسيت على كل البلاد اللي فيها فيما او شركات اللي فيها فيمايلي ديشب مختلفة تماما استاتيستيكلي عن ميل ليدرشب وومن ديل ليد دي فتلاقيها بقا كده وكده الكليشي ده اللي احنا بنشوفه بقا ومش مصحبة البنات ومش عارف ايه وكلام ده كله فلا احنا كمان مش لما نيجي نمسك اليدرشب حنليد زيك احنا هنليد the way we think is right بص على نيوزيل بص على كل البلاد بص على ألمانيا وبص على لهبة اللي عمل لنا حرب دلوقتي in the middle of Europe يعني لو فكرت فيها فالستات they lead differently which is perfectly fine يعني فيه more empathy فيه more emotions متصلحين أكتر مع حاجات كده معينة and فيه communication أكتر يعني أكيد فيه رجال أكيد أكيد فيه كذا لأحنا الوقت الكلام بتاعنا is very generalized فللأسف برضو بيبقى فيه كليشيز كتيرة في النص بس في الآخر what women want is equal rights بس هي يعني women's rights are human rights يعني فهم أصدي لا أكثر ولا أهل بس بس I think برضو let's add on a note and if there's anything you'd like to say to parents or to young women who are listening or to young men who are listening what would it be? As a mother I would like to tell parents please متربوش بناتكو ان هما يبو victims و متربوش بناتكو ان هما يبو يعني entitled little shits لما انتو تحلو القصة عن ما هي تجيلكو لما الفاس في الرأس فإت's much much easier فبليز اسمعو يعني listen to your children and respect them you don't own them يعني أنا الحد لتي بيجيلي ناس fresh graduates درسوا طب مساء يعني ايج يوسك ساجلو ايجونس عشان عندي عيش ليس ليس بشكل مواني ومع المخلوقات الوضع مرغباً لن بينني تحضير بس هقول ايه لعنوني الناس في الوضع اعني لا بس هقول ايه اذا لا يوجد اتفاق اذا محقاً اذا مجد اتفاق ايضا اتفاق او دايما لازم تعافري واتزوقي وان او لا تبعي او دايما تجيبي حقك وكراري ايه في الاخر ممكن تقولي لا خلاص مش عايزاي بس يعني this is mine but you can have it بلحقتين مختلفتين فدي بسكت I love it thank you so much for coming thank you thank you I really really appreciate it thank you so much this was amazing I'm looking forward to this inshallah to go live fantastic thank you so much thank you for watching thank you for listening if you're still listening thank you peace bye guys